مش كده بردو؟ ميرفت الوحيدة اللي فينا يعني كملت الدراسات بعد ما خدثت باكولوليوس لغاية ما وصلت لرئيس قسم سابق سابق سابقا فإزقس آه ودرس الوقتي في الجامعة أمريكية فهي الوحيدة يعني هي كانت رئيس قسم إعلام جامعة أمريكية تشرفنا لا بس هي كمان البركة بتاعتنا البركة آه هي اللي كنا أيام الفور أم قبل ما نطلع لازم تقرأ لنا قرآن وتنفق في وشنا وبردو ترئينا وبردو تعمل لنا زي تحصين قبل ما نطلع كل مرة كل مرة إن شاء الله طلعنا في ثلاث مرات في نفس الليلة كل مرة نطلع على الستيج لازم ترئينا أنتو عندوكو حكاية الرأوة دي والحاجات دي والحسد والعروسة الزهر هل زه من أيام أيام البيت بتاعك وأيام مسيوسي كورال أيوان مش هو اللي علمنا لا أنا فهمه ما هو طلع طلع آه ده السبب أنا مش أنا هل هحكي يحكوا احكوا لي حكاية اللي بتلع لكم آه يعني الأول نبتدي بالبيت اللي هو طلع وبقى العمارة دي في الفيلا الفيلا اللي هو الفيلا دي الفيلا دي عشرة شرع إحباش أبراهيم في الزمالك أي سريلانكا حاليا سريلانكا حاليا بجانب السفر دي الفيلا بتاعت هي أصلا سيكورال اللي هو إحنا سكين فيها من سنة سبعة وخمسين أي آه نا ستة وخمسين لا إيه إيه سبعة وستين أيام توريتي سنة سبعة وستين أموه أيوة كيزا خمس سنين خلاص يا دكتور خلاص يا دكتور إيه صلي عن نبي خلاص اللهم أصدع وإحتمال من خمس سنين لازم نقول كم سنة حاها وبعدين فااااا أكملي انتي بقى ما لأ بس من غير سنين يعشن علشن ما ما يحصلش نزعة أو nos أقل أيها 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 لا يعني أنتو أحكي اللي اللي أحكي إنو البيت كان بين الشمع بالشرم الأحمر آه ليه علشان... كان سيلفتول شيكورال كان صاحب معالج شيكورال بعدين أبويا بما أنو كان عايز بالسمرار مجلس الفنون كان حديث في الفيلا و كانت الفيلا إجارها ستة جنيه ونصف Gesundheit لما تعرضت البيئة تعرضت بـ 20 ألف جنيه فيلا دورين مساحة 200 متر في الزمالك بس 20 ألف جنيه بقى سنة 90 بردو كتير بس ما حدش كما أعرف أنها مسكونة ما كانش حد بيقول أنها مسكونة مسكونة إيه؟ هو سلفاتور ما هو سلفاتورة قتل أه بحسب ما تقوليش لا ما هو سلفاتورة قتل فيها ومراته ماتت بعدها بربعين يوم وابنه هو بيجيب منجة من الشجرة وقع بيصور السطوح يا ساتر آه بسم الله ما شاء الله يعني كانت يعني مسكونة مسكونة رسبي لا بس صحيح أنا كان بيطلع لنا سلفاتور يعني أنا ما شوفتش لا ما فيش للأم ولا الإبن ولا الأم والإبن يعني هو سلفاتور اللي هو صاحب أنا مات دكتور عزة بيقول أنه هو كان بيكمل النوتة بتاعت بابا أبويا صحيح؟ أبويا أسبوع ما كانش بيصدق في الحاجات أبويا قلبه جامد جدا وزابط وحضر حروب كتير قوي وفي ناس كتير قوي من أصحابه قتلوا جنبه يعني أنا كنتي عارفة جيش يعني خان دقر والصاصة تيجي في اللي جنبه يجي ساكد شايله ومدركبينه القطر وراح شاف إيه بقى؟ آآ فما كانش بيصدق فضل يقول لنا تتكلموا فاي طب خليه طلعلي وأنا مش عارف أعمل فيه إيه مش عارف إيه فمرة بقى آآ آآة آآه أنت تجيبي الريكوردر وهو كان بيعزف على العود وبيلحن الغنية ويسجلها ويعادها تاني المهم الناس يفتح الريكوردر لعب الغنية وبعدين بس على الريكوردر لقواقف قال له أنا نسيت ونسيت اللحن أخش أجيب كبات مية وحارجع تاني خرج ورجع وقعد وهو رجع القوضة سماء اللحن بيتصفر في ودنه دي بترد كده طبعا حاجة غريبة لكن قال إيه طيب يمكن يعني علا وعسل علا وعسل الحكاية تبقى عادي بيتهياء اللي يعني قعد لحنها ومش عرف إيه هو بتاع وسجلها وقفل قال له أنا حريح شوي عشان أنا تعبان ده حكايته هو ونام كويس احنا كنا كلنا في اسكندرية طبعا كان ده كان في أغسطس فكان هو بالأندرواز ونام فبيقوله هو نايم بص لقى خيط طالع من خرم الباب والخيط ده ابتدى يكبر مع أنه بيطلع لنا كان عادي الراجل عمره ما خوفنا يعني وكبر كبر كبر لغاية ما اخد وش الجتاع ده الجدع ده الفوضل يقرب يقرب منه يقرب منه لغاية ما بقى فايسة فايسة يعني وشه في وشه وراح هزيزه دماغه يعني أنا هنا أنا هنا أنا هنا أبويا بقى بص الشجاعة والاخدام والقلب الميت وكلام ده كله جري زي ما هو كده في الشارع بره آه والله آه والله وآه سادة يعني قالينا أنتو عندوكم حافة شافوا قدامه وحط له فرشة الطرد في دهر وقعد بقى يلعب العام بحكي أنا حكيت فرشة الطرد في دهر دي مرة بيحط الكابريت عايز يولع المتجاز يجي ما لاقيش الكابريت يروح ما لاقيش الكنكة بتاعت القهوة فقال له أنتو بتلعبني بقى أنا مش عارف هقدر أكمل لا 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 دي أبسطهم يعني أنا